مفاجئاً كان وقع خبر تقديم وزير العمل شرب النحاس استقالته لرئيس تكتله النائب ميشيل عون في كواليس القصر الجمهوري فاللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كان رسى على الاتفاق على توقيع نحاس مرسوم بدل النقل قبل الجلسة التشريعية الأربعاء في مجلس النواب إلا أن ذلك لم يحصل وكانت المفاشئة وفي أول تلقف للخبر رأى رئيس الجمهورية العماد بيشيل سليمان للأم تيفي أن استقالة نحاس التي لا تزال غير رسمية هي خطوة جيدة ودستورية إن صحت وإذا لم تكن في إطار المناورة السياسية وأضاف الرئيس سليمان أن وضع الاستقالة بتصرف عون لا يعطيها الطابع الرسمي لأنها لم تقدم إلى المرجع الصالح أي رئاسة الحكومة ورأى الرئيس سليمان أن خطوة نحاس طبيعية وتأتي في إطار احترام الدستور لأن المتوافر كان حلين في ظل إصراره على عدم التوقيع إما الإقالة أو الاستقالة فاختار نحاس الخيار الثاني أما في موضوع ما يتولى حقيبة وزارة العمل حتى تعيين وزير جديد فيقول الرئيس سليمان أن الحقيبة وكما جرت العادة في مثل هذه الظروف يستلمها الوزير الرديف وهو في هذه الحال الوزير الأولى فاتوش وأفادت معلومات أن الوزير فاتوش غير البعيد عن خط الرئيس سليمان يحق له توقيع مرسوم بدل النقل ما تقبلت استقالة نحاس رسميا اشتركوا في القناة